نفسك من فيروسي بس في الوقت ما اسعفناش ان احنا نتكلم عن كل حاجة ولذلك قررنا ان النهاردة نبدأ ان احنا نتكلم عن اكثر الطرق فعالية واكثر الطرق بتجيب نتيجة بسرعة بس هو قبل ما نحكي دوت يا جماعة انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا الهدف من البرنامج والهدف من الكتاب التوعية للمشاهد التوعية لللي بيتفرج علينا التوعية للبني ادم اللي ربنا ابتلاب بمرض فيروسي وافتكر ان هو اخر الدنيا لا مش اخر الدنيا لا ليه علاج لا ليه طرق كتيرة جدا واحنا هنا موجودين عشان نساعدوا مش عشان نبتزوا كتير من الناس تكلموني ما بين الحلقات وقالوا لي ان احنا كتير جربنا وكتير حاولنا وانتوا زي غيركم او لا احنا مش بنتكلم في كده لا احنا بنقول لحضراتكم ده حقيقي وده فعلا احنا عندنا اكتر من طريقة لعلاج فيروسي ده كله موجود في الكتب مش مننا احنا لا ده من زمان جدا النهاردة موضوعنا موضوع شيء جدا اتكلم عنه ده كترة ياما جدا 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 هو العلاج هل علاج فيروسي ممكن يبدأ ان هو يكون عن طريق سم النحل ولا لا وايه هو سم النحل وايه الجديد بتاعنا مش ايه السم النحل الناس كتير جدا سمعت عن سم الناحل الناس كتير جدا تكلمت عن سم الناحل بس ايه الجديد بتاعنا ده اللي احنا عايزين نعرفه من حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وبعد سم النحل طبعا موضوع النحل عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال النحلك المؤمن لا يقع إلا على خير في تجارب يامة جدا أجروها على النحل هل النحل ممكن يقع على أي حاجة مؤذية للإنسان يعني بمعنى هل يستطيع أن يجمع رحيقه اللي هو يعتبر العسل اللي هو بصنعه أو سم النحل هل يستطيع النحل اللي يجيبه من أي مصدر يحتوي على سميات يعني يقدر مثلا يقف على نبات زي نبات التاتورة أو يقف على أي زهرة فيها سميات ويجيبها مش ممكن طبعا لدرجة جابه العزرة اللي هو خارج الإنسان وحاوله يعمله فيه روائح كويسة ويحط عليه أسنصات هل امتحانا واختبارا للنحل هل يستطيع النحل يقف عليه وينتص منه أي مواد لينقل العسل فكذلك أو ينقلها الخلية فوجدوا أن النحل يأبى إلا أن يقع إلا على شيء طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونظرا وانطلاقا من هذه القاعدة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النحل كالمؤمن لا يقع إلا على خير فوجدنا أن النحل مجرد السم بتاعه له موجود في جميع أنواع أو أكثر مركباته موجودة في جميع أنواع السموم زي سموم العقارب والتعبين وجدوها أنها أو وجدوا هذا السم يعني مادة شافية لكثير من الأمراض فإحنا الجديد اللي احنا عملناه اللي احنا حاولنا نعتمد على نفسنا في إنتاج سم النحل على مستوى مصر كتير من الناس اللي بعالج بسم النحل يما بيجيب النحل مباشر اللي أدع به وده بيترك وراءة تشوهات وليه أعرض جانبية يما زي الحساسية والتورومات وبعض الناس يحصل الارتفاع في درجة الحرارة مما يؤدي إلى توطر للمعالج أو اللي بيطلب العلاج طيب هو البني آدم يستحمل كم لدع من النحلة لدع مباشر يعني زي ما حرارك بتقول كده أنه يجيب النحلة ويقرصها كده كم لحلة علميا والمدروس إن تركناها الغالب ممكن نحلتين تلاتة ويجي له حسية يموت عشر نحلات ويجي له حسية يموت لكن علميا لو إحنا عملنا وزبطنا موضوع الحسية اعتنا له المدروسات الحسية اللي هي بعض الأدوية المعروفة اللي إحنا نتكلم عنها اللي لابد نستخدمها معامل نحلة لحد 500 نحلة يعني ممكن واحد ياخد مصل 500 نحلة مدام تحكمت في الحسية طيب ده الكلام العام والكلام المطلق عن سم النحلة إحنا كمحمود أنا اسمح لي أنا هنا كدور المشاهد يعني أنا بس ألك كالمشاهد فإحنا كمحمود وكمصطفى إيه اللي إحنا ضفناه؟ يعني إيه الفرق بيننا وبين غيرنا؟ ده اللي إحنا عايزين نوصله للناس إحنا عايزين الأول قبل أي حاجة أنا متأسف على المقاطعة إحنا عايزين نعرف حضركم يا جماعة على حاجة مهمة جدا إحنا أنا والأستاذ مصطفى تقدمنا بتسجيل براءات اختراعات لعلاجين لفيروس C يعني إحنا مش بنتكلم من الهواء أو مش بناخترع أو مش بنجيب شوية أعشاب ونحطها ونقول ده يا جماعة علاج لفيروس C لأ إحنا تقدمنا بالفعل من ضمن كذا براءة اختراع وكان بيسبقني الأستاذ المصطفى في أنه هو تقدم لبراءة اختراع قبل مني في 2011 وبرضو لقت استحسان وبالفعل بصراحة مشكورين في أكاديمية البحث العلمي بعتلنا جواب بحوالي إيصال ب600 ألف جنيه علشان نبدأ أن إحنا نجري أبحاثنا في جميع الأبحاث والأماكن البحثية على مستوى الجمهورية لكن إحنا خلينا في موضوعنا ده تنويه بسيط بس عننا لأن في ناس كتير جدا بيقولوا مين دول أو بيتكلموا في إيه إحنا عايزين نعرف الناس إحنا مين نتكلم بقى تاني عن سم النحل إحنا عملنا له إيه أو إيه اللي طورناه وإيه اللي إحنا اخترعنا فيه اللي اخترعناه اللي إحنا حاولنا نعتمد على أنفسنا اللي إحنا اللي نقوم بإنتاج سم النحل وإنتاج سم النحل موضوع بسيط جدا النحل عندما تتعرض لطيار كهربائي 6 فولت لتسعة فولت بيحصل اللي هي تستخرج منها السم نهاية الكلام يقوم يعني استطعنا أو بمعنى صح اللي يخص المشاهد استطعنا أن نقوم بجمع هذا السم وضبط الجرعة المحددة لجميع العلاجات يعني على مستوى مصر كل الذي يعني يتداول أو يقوم بتتداول السم النحل عبارة عن عشر لدعات فإحنا استطعنا أن نضع المادة الفعالة بتاعتنا مع سم النحل بقى أصبح الدمج مع المادة الفعالة اللي إحنا اكتشفناها العلاج فيروسي مع سم النحل تقريبا عطتنا نتائج بالنسبة 100% يعني أنت عاوز توصل لستاذا المشاهدين أنه مش سم النحل الوحده لا ده سم النحل ومعاه حاجات تانية إحنا ضفناها مزبوط طيب ده بالنسبة لسم النحل طيب يعني أنت برضو عايزين نوضح لستاذا المشاهدين يا جماعة إحنا قدرنا بفضل الله تعالى أنه هو نطور بأنه هو بدل ما يكون فيه أمبول فيه عشر لدعات ده المستخدم والعادي الموجود في جمهورية مصر العربية لا لا إحنا جماعة عندنا أمبولات سم النحل تحتوي على 30 ل50 لدعة على حسب التركيز لا ومش كده وبس بيضاف عليها مضاد الحساسية بتاعتها فأصبح أنها ما بتورمش ما بتتعبش ما بتقلمش مضاف عليها نسبة بسيطة جدا اللي هي بيسموها مضادة للهستامين عشان خاطر تبدأ أنها تطور ده طيب من خلال مشاهدتنا ومن خلال تجاربنا سم النحل يقدر يأثر بأد إيه في فيروس تي يعني أنا واحد صلا مريض عندي فيروس تي عدده 2 مليون أنا أخذ أد إيه سم نحل وأد إيه جنعة وأد إيه في نتيجة وأحلل بعدها أشوف نتيجة أصلا الناس دكتورنا أستاذنا الغالي الهدف من الموضوع أن الناس مش عاوزة تدخل في تفاصيل روتينية كتير أو كلام يامة يعني الناس كتير جدا قالوا لي الكتاب طيب الكتاب ماشي الكلام ده كله بس إحنا هناخده نقرأ يعني هنخف لا هم عايزين يعرفوا طرق إحنا عايزين يعرفوا مننا إنتوا مين وبتعملوا إيه إحنا عايزين نقول للناس إحنا جماعة الجرعة الفعلية الفيروس تي بسم النحل أد كده معاها منتجنا فهمت حضرتك إزاي فأرجو أنك تقول لي جرعة مباشرة كده كاملة أد كذا ونعملها كذا ومعاها منتجنا هو لو استخدمنا سم النحل بتركيز 30 لدعة يعني الأنبول يحتوي على مستخلص سم من 30 نحلة بحقن يوميا ده تستطيع أن تستخدموا لمدة 90 أنبول يعني بمعدل 3 شهور يعني تقريبا يرجع مشاكل الكبد مش فيروس C فقط فيه تليفات يعني علميا أثباته أنها لا تختفي لا سم النحل بيضايحها تماما الشوارد الحادية سم النحل بيضايحها تماما التهاب الحد أي سبب من أسبابه يضايحه تماما الصفرة بجميع أنواعها أي سم النحل يضايحها تماما زيادة الأمونيا في الكبد سم النحل يضايحها تماما ارتفاع عنزمات الكبد يضايحها تماما نظر الاحتواء سم النحل على الفوسفولايبيز وعلى اللايبيز وعلى كتير من مزابات الدهون فيخلص الكبد من الشحوم ومما يسمى الكبد الدهني فإحنا استطاعنا أن نصل بنسبة 70% اعتماد عن صم النحل فقط كمصدر من النحلة في علاج مرضى الكبد عامة سوى B أو C أو E أو تلعيفات الكبد أو أي مشكلة أو أي قصور في الكبد حتى مشاكل الوريد البابي لكن إذا أدمجنا العلاج بتاعنا مع صم النحل قد نصل إلى نسبة تصل بنسبة 100% في تمام 3 أشهر طيب يعني إحنا عايزين برضو عشان نبصل معلومة للمشاهد إحنا عايزين نقول يا جماعة إن إحنا سم النحل لفضل الله ربنا أكرمنا وأنتجناه إحنا بسلوبنا وطريقتنا وطبعا طبعا كلنا عارفين إن سم النحل ده مادة حافظة فبالتالي هو بيحمي نفسه بنفسه فالجرعة المبدئية مع العلاج البسيط جدا اللي هنتكلم عنه كمان شوية من العشاب مع سم النحل بتجيب نتيجة فعالة 100% لفيروس C بالتحليل قبل وبعد ده الهدف الرئيسي فيه نداء خاص مني أنا وأستاذ مصطفى لسيد رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي إحنا بالناشد إحنا لمسنا فيك إنك بتدور على الشباب معظم كلامك عن الشباب كل أمالك وتطلعاتك على الشباب أرجو إن أنت تشملنا برعايتك كضمن الشباب اللي إن هم بتتمنى إنه يكونوا موجودين من ضمن الناس اللي تتمنى إنها ترفع مصر إحنا بأمانة بأمانة نتمنى إن إحنا نشارك في رفع مصر ونتمنى إن إحنا تكون أفضل دولة في العالم بحاله لأنها فعلا تستحق إنها تكون أفضل دولة في العالم فأتمنى إذا كنت سمعنا أو حد سمعنا يوصل لك دوت يعني أرجو لو إحنا حتى نكون بنتكلم بشكل عام أو كده عن حاجة بنتحك بها عن ناس حد يحسبنا لكن لو إحنا بالفعل نملك علاج وده اللي نتمنى إن إحنا نوضحه للناس كلها نتمنى إنه هو فعلا ده يوصل لك ونتمنى إن أنت تتواصل معنا سواء حضرتك أو السيد المشكور الجندي المجهول رئيس الوزراء السيد إبراهيم محلب إحنا نتكلم تاني حاجة عن فطر الغريقون إيه هو فطر الغريقون وإيه التاريخ الأديم عنه ومين اللي تكلم عنه وقاله إيه الغريقون ده عبارة عن فطر من النباتات أو فطر النباتي أول من تكلم عنه ابن سينة تكلم عنه ويداود الأنطاقي تكلم عنه فمن خلاله يعني زحمت الكتب القديمة في التراث الطبي عن التكلم عن الغريقون وكانوا دائما يستخدمونه في علاج أمراض الكب تكفة والغريب اللي هما دائما كانوا يعملوا تريقات زمان ما كانتش فيه أمصال لعلاج عض الأفاعي وعض السعابين ولدع العقارب ولمواجهة الحيوانات السماء فكانوا يلجأون إلى صناعة ما يسمى بالترياق والترياق ده عبارة عن مصطلح يختلف من طبيب لطبيب ومن عصر العصر فالترياق بتاع ابن سينة ويداود الأنطاقي كان يحتوي تقريبا على حوالي 15 نوع نبات كان أهمها وأساس فيها هو الغريقون لما له تأثير جيد وتأثير إيجابي على تخليص الجسم من السموم والكبد يعتبر هو مخزن السموم أي سموم تدخل إلى الجسد دائما يختزنها الكبد فتؤثر على الكبد تأثيرا سلبيا فعند تناول الغريقون وجدنا أن الغريقون يقوم بتنظيف الكبد تنظيف تام لدرجة أنه في العصر الحديث وجدوا من سنة سبعين حتى الآن من ألف سمائة وسبعين حتى الآن كل الدراسات على الغريقون ليست من أجل أن الغريقون علاج لسموم الجسم فقط أو ترياق ولكن وجدوه أنه يقضي على كثير من الخلايا السرطانية بنسب كبيرة جدا جدا فهو على مستوى دول العالم المتقدم سوى أمريكا أو ألمانيا أو إنجلترا أو غيره معظمهم يعتمدوا على الغريقون أو مستخلصات الغريقون ومشتقاته في علاج مكمل للسرطانات لا ده مش بس وكده ده هم أساسا فطر الغريقون ده منشأوا الأساسي سانباولو في البرازيل ففيدي عالم محترم جدا في اليابان تكلم عنه اسمه تشوجي شوبتا تشوجي شوبتا ده اكتشف في فطر الغريقون حاجات مزهلة كان أهمها أن هو بيعالج سرطان السادي بيعالج جميع أنواع السرطانات أو بيمنع حدوث دوت وخصوصا سرطان السادي والرحم بالنسبة للسايدات وأنواع سرطان كتير جدا فكان سبب رئيسي في أنه هو ينقل حوالي 90% من محصول فطر الغريقون ويحطه في اليابان عشان يعمل عليه دراساته وفي اليابان بدأ أنه هو في أكاديمية البحث عن السرطان اتكلم عنه وقال يا جماعة أنه هو بيشارك في علاج السرطانات بنسبة فوق 90% عن الدواء اللي كان موجود الوقت دوت اللي بيعالج السرطانات اللي هو المستخرج من فطر الريش الديكي فإحنا برضو ده مش موضوعنا ده كده شكل نظر عام عن فطر الغريقون إحنا عايزين نعرف إحنا إيه اللي نستفاده من فطر الغريقون يعالج به فيروسي برضو إحنا مش عايزين نبعد عن موضوعنا إحنا كتبنا اسمه عالج نفسك بس من فيروسي فإحنا عايزين نعرف إيه بالذب إيه هو المطلوب من العيان أو إيه إحنا عايزين نبسط المعلومة للمشاهد بحيث أن إحنا لما نوصل هالو أو نوصل له شيء يكون مدرك وفاهم ما يكونش بيتقال إن إحنا بندحك أو بنعمل أو كلام ده كله باختصار شريد جدا غريقون يعتبر مادة طبيعية خلق الله تبارك وتعالى عندما يتناوهل الإنسان على صورتها الطبيعية تجد أن كفاءة جهاز المناعة تزداد أضعاف أضعاف وكفاءة جهاز المناعة أضعاف أضعاف يعني الجسم أصبح في حسن حصيل من جميع من الأمراض ويستطيع أن يعني يواجه كثير من الأمراض ولكن إضافة الغريقون للكبد أو لموضوع الحلقة أو لموضوع الكتاب ما هو إلا عند الإصابة المزدوجة لمرضى الفيروسات إصابة مزدوجة يعني إنسان أصيب بفيروس B وفيروس C بالنسبة 90% في آخر مراحله تؤدي إلى سرطان أو كنسر كبد عند تناول الغريقون يقيه تماما ويعطيه الآمن تماما بأنه لن يصاب بما يسمى كنسر أو سرطان الكبد عند الإصابة المزدوجة كذلك الحالات التهاب الشديدة التهاب الكبد أي كان سببه الشديدة قد تؤدي إلى تليف حد في فصل من فصوص الكبد أو تؤدي إلى كنسر أو سرطان عند تناول الغريقون بصورته الطبيعية بدون مشتقات بدون فصل أحد مشتقاته تجد أن الكبد أو الليبر يكون فيه أمان تم من الإصابة بالسرطان أو التأثير عليه من التهاب الحد أو نسبة السموم يعني حضرتك عاوز تقول أن الوقاية الأساسية من أي سموم في الجسم بصرف النظر عن أي شيء هي فطر الغريقون بالفعل يا جماعة فطر الغريقون حماية كاملة لنا والأولادنا من أي إصابة وده لأنه هو بيشتغل على جهاز المناعة وده لأنه هو بيحفز الخلايا الأكولة اللي موجودة في جهاز المناعة وده من ضمن خطوط الدفاع والدفاع الأساسية عن أي سموم وعن أي مشاكل في جسم البني آدم علشان كده بيبدأ أنه هو ياخد السموم دي هو الفطر بيحفز الخلايا الأكولة أنها تاخد السموم تبتلحها داخلها وتتخلص منها بخلاف أي حاجة تانية يحصل صراع بين السرطان مثلا والخلايا الأكولة دي فتبدأ أن السرطان ينتصر عليها فما بفيش في حماية فإحنا بنتمنى بنتمنى زي ما ربنا حمانا وبعتلينا جيشنا العظيم نتمنى أن إحنا نكون سبب أن إحنا نحمي الناس في مصر من فيروس C نحمي الناس من مرض أي حد بيصاب بيه إحنا بس اللي بنحس بيه لأنه إحنا حسين كويس قوي عارفين ألامه عارفين معاناته فإحنا عايزين نشارك في أن إحنا نحمي ده لذلك إحنا نشدنا المرة اللي فاتت هيئة المصر اللي قاح الأسف محدش رد علينا نشدناهم أن إحنا مستعدين نحن نقول لهم يا جماعة الموضوع 1 2 3 4 وإنتوا جوا أنتوا يعني أنتوا اللي أنتوا جوا مش إحنا إحنا هنكون مشاركين معاكم إحنا يهمنا أن إحنا نكون مشاركين في شيء يساعد مصر يا جماعة إحنا هدفنا في البرنامج إن إحنا بناشد الناس والمسؤولين على إن إحنا نوصل لشيء لهدف يساعد المجتمع كله إن إحنا جزء فعال في المجتمع مش هنقعد مكتفين إيدينا خلاص العصر ده انتهى إحنا في عصر جديد طيب أنا عايزي أسأل حضرتك سؤال يهم أي مشاهد يعني دلوقتي بكل الكلام اللي إحنا حكيناه في الثلاث حلقات أول الحلقات اللي فاتت هل كمصطفى ومحمود يملكوا بالفعل علاج فعال لفيروس T آه أو لا وإيه هو وإزاي وإشرح للمشاهد بتبسيط حتى لو هنخسر إن إحنا طريقة أو أخرى إحنا الحمد لله نملك الكثير فلو هنخسر طريقة أو أخرى لأ نعرف الناس ونطمن الناس ونقول لهم إحنا فعلا نملك ده وإحنا نقدر إن إحنا نعالج فيروس T هو الموضوع كله عندي أو عندي غيري أو عندي كل الباحثين أو المهتمين بموضوع فيروس T علاجا أو وقايا من يستطيع أو يجزم بفيروس T مين اللي يعرف إيه هي خريطة فيروس T وهي أعمال فيروس T في الكبد فإحنا كربنا سبحانه وتعالى وهابنا هذه الموهبة اللي إحنا استطعنا أن نصل إلى أصل وأساس فيروس T في الكبد وإيه هي مصادر فيروس T وكل الإصابات أو كل أسباب الإصابة بفيروس T كلها عبارة عن أسباب محتملة من الدم أو السرنجات أو غيره أو أو كلها أسباب محتملة لكن بمن الله تبارك وتعالى علينا اللي إحنا استطعنا أن نصل إلى أسباب الإصابة بفيروس T الأساسية وكيف يكمن في الكبد وكيف يعيش في الكبد ومن هنا وضعنا له ثلاث علاجات الغريب جدا اللي إحنا بنقوله فعلا الغريب ليه علاج عن طريق الجلد مجرد دهنات عن طريق الجلد تقضي على فيروس C وإن كان بحوالي 70-80% ليه علاج نهائي بنسبة 100% وليس الفيروس C فقط لكل ما يغزو الكبد من فيروسات أو من مسببات مرضية تغزو الكبد والعلاج الثاني ده عبارة عن مصل من الأمصال يعني مشتق من مشتقات البلازمة والدم والسيرة وده عبارة عن حيوان بيحقن 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 بمواد معينة نتحفظ عليها من خلال بحثنا من خلالها يأخذ هذا الدم ويدخل في مراحل إنتاجية معينة لفصل الأجسام المضادة اللي إحنا عايزينها ويتم حقنها للمريض للقضاء على كل ما يهاجم الكبد يعني حيوان آخر مش الحمام يعني الحمام ده كان سلم أو درجة توصلنا لهذا لأن النهاردة ما تيجي تقول له هيئة الأمصال أنا عندي سيرة من الحمام أقول لك هاتلي 10 مليون حمام وأي جماعة أي دواء ممكن تجيب دواء تقول أنا وجدت دواء نهائي لأي مرض شرط من شروط الدواء أن يعتمد أولا توفره والحمام مش متوفر بالكيمية الكافية لتعالج 170 مليون مصاب بفيروس C على مستوى العالم أو 30 مليون مصاب في مصر أو كما أشرت وزارة الصحة 13 مليون مصاب بفيروس C في مصر أعجب لهم حمام منين فوجدنا استطعنا أن نصل إلى كائن حي كمية الدم بتاعته أشبه ما يكون بالحمام فالمادة اللي إحنا لديناها في دم الحمام أو في سيرة من الحمام وجدناها في هذا الحيوان فالحيوان حجمه كبير متوفر رخيص فإحنا زي ما قلنا شرط من شروط الدواء أن يتدول أن يكون يعني موجود يعني ضرورة الحصول عليه سهلة أن يكون رخيص السمن أن يكون من الوطن حتى لا تكون أنت عالة على أي بلد أو على أي دولة أن تستورد منها يعني أنت عاوز تقول أن إحنا دلوقتي نقدر أن إحنا نعمل دهان لفيروس C ونعمل مجموعة أعشاب معينة خلاصة الأعشاب مادة فعالة يعني لفيروس C وطبعا إحنا ما نقدش بإمكانياتنا الضعيفة إن إحنا نعمل حاجة في هيئة زي مهيئة المصل واللقاح فبنشدهم مرة تانية من خلال الشاشة إن إحنا نقول لهم يا جماعة إحنا موجودين يا جماعة إحنا عاوزين والله إحنا النهاردة كنا المفروض هنيجي للقاهرة إحنا جاي من إسكندريا هنيجي للقاهرة على هيئة المصل واللقاح بس للأسف إحنا مش عارفين نروح نقابل مين أو نروح نعمل إيه إحنا نتمنى أن صوتنا يوصل نتمنى أن حد أي حد من مشاهدين أي حد أي مكان تليفوناتنا موجودة أي حد يتكلمنا يوصلنا أدل على شيء كفاعله أدل على الخير كفاعله نتمنى من ربنا في الأول في الآخر أنه يحمينا ويحمي أولادنا لكن الأهم من ده كله برضو بذكائك المعهود أنت ما ديتنيش إجابة صريحة لأ أنا النهاردة جاي الحلقة وعايز أقول للناس يا جماعة علاجنا الفيروس C1-2-3 اديني إجابة صريحة يا أستاذ مصطفى أنا عايز الناس تكون وثقة فينا عايز كده أعرف الدهان دوت أنت لو دهناه ما تقوليش على الجلد أنا عارف كويس أو الدهان بيدهان فين فقل لي وقل لي الأستاذ المشاهدين الدهان بيدهان فين يعني عرفهم بالضبط الدهان عرفهم وطمنهم لأن الناس محتاجا كل اللي لمسته في كل المكالمات اللي جات لنا وأنا كنت حريص أن أرد عليها بنفسي وحضرتك أن الناس محتاجة تطمن لأنهم لفوا كتير طعبوا كتير أخدوا ده وأخدوا ده وأعملوا ده إيه العلاج إحنا زي ما اتفقنا ووضحنا لن تلات أنواع علاجات إحنا توصنا مستخلص نباتي هي مادة معينة بندور حواليها منين ما نلاقاها في أي مكان خلاص هي دي في علاج فيروسي المادة دي وجدناها في الأمصال في الدم وكان مصدرها الحمام وجدناها في النباتات فاستخلصناها من النباتات وأيضا المادة هذه يعني وجدناها اللي قد تستخدم عن طريق الفم وقد تستخدم عن طريق الحؤن وقد تستخدم عن طريق الجلد أو بأدق عن طريق دهانها في الصرة الصرة الشكل التشريحي للصرة أن الصرة تحتوي على أوردة عن كبوتية تتصل بالكبد وبالقبلوه الأوردة عن كبوتية عند دهان أي شيء عن الصرة شيء مسمم شيء مفيد فعلا هذه الأوردة تمتص أو هذه الخلايا تمتص هذه المادة وتصل بها إلى الكبد أو تصل بها إلى ألم عامة أو الأحشاء عامة أيا كان موقعها هو ده اللي أنا كنت أعايز أسمعه منك هو ده يا جماعة اللي إحنا جايين نقوله النهاردة يا جماعة المكان أسرع مكان يوصل أسهل شيء وأبسط شيء للكبد هو منطقة السراء نحن نقول أسرارنا لأننا لا نتمنى أن نتمنى أن يوصلنا نقول أسرارنا لأننا نريد وثقين من نفسنا نقول الدهان موجود العشاب أو الخلاصات موجودة السيرة لا نستطيع أن نعمله لأن هناك ناس طلبوه لأننا لا أستطيع أن نعمله لا أستطيع أن أجازف لنا ولا أستاذ مصطفى بسمعتنا ونعمل هذا نحن نطالب أن الدولة تتشارك معنا إحنا رحنا خدنا الطريق السليم ورحنا قدمنا بحث وسجلناه في أكاديمية البحث العلمي وهو مكتوب رقمه على الكتاب وممكن أي حد أنه يدخل عليه ويسأل وممكن نروح أي حد يسأل في البحث العلمي ولأ ومش هو بس إحنا عاملين كمان بحث عن مسجلين براءة اختراع عن العلاج بديل طبيعي للبنسلين بديل نباتي جدا عارفين أضرار البنسلين وأضراره عاملة زي علاج نهائي وفعال للصفرة الفيسيولوجية في خلال 72 ساعة ده الأبحاث اللي إحنا سجلناها لكن في حاجات كتير جدا إحنا نتمنى نتكلم عنها بس ما نقدرش النهاردة آخر حاجة عايزين نقولها وأهم شيء علاج فيروسي عن طريق السرة ده موجود وفعال علاج فيروسي عن طريق النباتات فطر الغريقون بيتضاف عليه واسمحونا أن إحنا نتحفظ بقى على حاجة لنا إذا سمحتونا يعني مش ممكن هنقول كل حاجة فإذا سمحتونا في حاجات بتضاف على فطر الغريقون إحنا هنحمي نفسنا ونحمي مصادرنا بيها لكن هو فطر الغريقون بيشارك ب60% من علاج فيروسي بس أنا بقول للسيد المشاهدين يا جماعة اللي عنده فيروسي ميروحش الجاذب ويروح ياخد فطر الغريقون لوحده لأنه ده مش معروف مصدره إيه مش معروف طريقته معمولة إزاي مش معروف كيفية استخلاص الشوائب منه إزاي لابد ليكون فاهم كويس قوي بيتضاف عليه حاجات مهمة جدا سم النحل وفويده سم النحل بيشارك في أمراض كتيرة جدا ده كاترة يامة جدا 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 نتكلموا عنها أتمنى برضو لو تقول لنا كم علاج أمراض بتشارك فيها سم النحل عايزين نوعي الناس عايزين ندي للناس ثقافة فكرية سم النحل يستخدم على ثلاث مراحل يامة علاج نهائي يامة علاج مكمل يامة علاج مسكن في علاج مسكن كل مرضى السرطانات بيبقى عندهم ألام شديدة جدا جدا نتجى عن الأورام عند استخدام سم النحل كحقن عضلي أو كحقن موضوعي تحت الجلد يعني يشعر المريض لأن كتير من ألامه اختفت وأصبح يعني يستغني عن كتير من المسكنات اللي هي تعتبر يعني إيه الإكسار منها يضر الكلا والكبد تاني مرحلة أنه مكمل يعني بعض الناس بيبقى عنده لنجوء أو عرق النساء أو غضروف تجد أنه بياخد أدوية الغضروف المعروفة لدى طباء المخ والأعصاب يستجيب بمرحلة ما فعندما يضيف استخدام سم النحل مع هذه الأدوية إما حقن موضوعي أو إما حقن عضلي تجد أن الاستجابة بتاعته بقت أعلى فهنا سم النحل لوحده ما يعلكش ولكن أصبح يعاون يعني علاج مكمل يعني أنت عايز أقول أن بالنسبة للأمراض الفقرات والتهبات والمشاكل المفصلية أن سم النحل علاج مساعد وفعال طب لا مش كده وبس يا جماعة الروماتويد بيدور كتير جدا من الناس الروماتويد السم النحل بيشارك فيه بفعلية سريعة جدا لأنه مرض مناعي أمراض كتيرة جدا في الجلد أمراض كتيرة جدا 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 بيشارك فيها لكن هو برضو اللي يخصنا هو فيروس تي يا جماعة سم النحل بيشارك بفعلية كبيرة جدا 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 في فيروس تي سم النحل بيشارك جدا جدا فيه علاج أمراض كتيرة للجلد سم النحل بيشارك كتير جدا 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 فيه علاج أمرات كتيرة جدا 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 نتمنى من ربنا أن نحن نكون أنالكم ولو القليل أو الكتير عايز تقول حاجة تفضل أضيف لأن كل مرضى اللي بيخشه غيبوبة كبد أو غيبوبة سكر نظر الارتفاع السكر بيصل لـ 500 فوق الـ 500 فيدخل مرض في غيبوبة كذلك مرض الكبد نسبة الأمونية تعل عنده جدا أو النشادر يدخل في غيبوبة من أسرع الأشياء اللي بيطلع المرض دام الغيبوبة في خلال ساعات معدودة هي حق نسمي النحل ودي أنا يعني تقريبا من سنة 2006 حتى النهاردة ما فشلتش معها حالة أكتر من 600-700 حالة وكان يبقى في المستشفى بين الحياة والموت في العناء المركزة في غيبوبة مجرد حق نسمي النحل لساعات وتجد أن الأمونية نزلت بالنسبة عالية جدا تجد أن النشادر نزلت بالنسبة عالية جدا تجد أن الأداء الأدامي أو التبرز للمريض الكبد في الإمساك اللي أدى له الغيبوبة رجع طبيعي جدا جدا نسمي النحل فوائده كتير لأنه ربنا حمانا ودهلنا في هدية بسيطة جدا هي النحل فوائده ياما ما بتتعدش أكتر بكتير جدا من نحن نقعد في حلقات كتير هنتكلم عنه نتمنى نتمنى في آخر الحلقة أن حد يكون سمعنا نتمنى أن حد يوصل صوتنا نتمنى نكوننا إنالكم ولو القليل أتمنى أن أنا أكون ضيف أنا وأخويا مصطفى خفاف عليكم ما نكونش بتقل عليكم نتمنى أن إحنا نكوننا أن لكم البسمة والأمل اللي موجودين بالفعل في الكتاب لحضراتكم عشان نبشركم ونقول لكم خلاص فيروس تي ما بقاش الوهم الضخم الصعب اللي إنت ممكن تكون عايزه ألف ألف شكرا وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا شكرا